أبو محمد من أبو ظبي يقول هل يجوز أن نرش الماء على القبر أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لرش الماء على القبر على نوعين نوع مشروع و نوع ممنوع أما النوع المشروع فهو رش الماء على القبر بعد الدفن لأجل تلبيد التراب حتى يتلبد التراب ما تسفه الرياح ما تسفه الرياح و هذا يلبد و النبي عليه الصلاة و السلام ثبت عنه أنه رش الماء على قبر ابنه إبراهيم و كذلك الصحابة لا لشيء إلا لأن يثبت يلبد التراب و ييبس لأن التراب إذا كان لم يرش عليه الماء تسفه الرياح و ربما تأذى صاحب القبر ما في بأس و هذا يكون بعد الدفن أما رش القبر مع كل زيارة فهذه بدعة من البدع هذه محدثة من المحدثات ما ثبت أن النبي عليه الصلاة و السلام كلما زار القبور رش الماء عليهم و ما ثبت عن أحد من الصحابة و لم يقل بهذا أحد من من يعتد بقوله من الإم المتبوعين على أن الشخص كلما ذهب المقبرة راح يرش على القبر لماذا يرش على القبر يطف في النار اللي في القبر مثلا و من أدرى بأن والده ولا والدته ولا قريبة هذا يعذى في النار ليش حكم عليه في النار لماذا ما تفاعل و بعدين نار الدنيا مثل نار الآخرة نار الآخرة لو جمعت البحار السبعة هذه ما أدري كم بحر البحار السبعة ما تطف فيها ما تطف فيها و لذلك هذه خرافة هذه بدعة هذه محدثة على الناس أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يتبعوا سنة النبي عليه الصلاة و السلام أكثر الناس زيارا للمقابر النبي عليه الصلاة و السلام حتى قبل وفاته ذهب يزور شهداء أحد و ذهب إلى البقيع ما ثبت عنه أبدا أنه أخذ الماء و رش على القبر يرش على القبر لماذا هل الميت يسقى مثلا هل الميت يطفى قبره الذي التهب عليه نارا كيف يحكم الناس على هؤلاء الأموات بمثل هذه الطريقة هذا كلام خرافي أهل المقاهب القبور يعيشون حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية ليست مثل حياتنا الدنيوية هذه حياة خاصة الله أعلم بها لكن عندنا من النصوص ما يفيد أنها إما جنة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران نسأل الله السلامة و العافية شكرا